عالجانب الاخر روسيا هي كمان عندها مرتزقة شركة فاجنر شركة فاجنر دي لها تاريخ اسود يعني تبص شركة مصيبة سودة الشركة دي اللي اسسها ديمتري اوتكين ديمتري اوتكين ده صديق بوتين المكرر والرجل ده عاوز اقولك ان هو كان بارع جدا وقوي جدا سواء بقى في الاقناع يعيش شخصية قيادية سواء بقى ان هو عسكري صابق وعنده قدرة قتالية كبيرة جدا سواء ان هو كان محبوب اصلا ده لقطة تانية بس كان مقرب جدا من بوتين الراجل ده تم اطلاق عليه لقب فاجنر وبعد كده سمه شركة على اسمه اسمها فاجنر الراجل ده طبعا توفي يجيه مداله واحد تاني حاليا هو رئيس شركة فاجنر اسمه بريجوزين بن جيلي او يا ربكم بانتا اسمه صح الراجل ده هو اصبح مقرب جدا من بوتين من ساعة بداية حرب روسيا اوكرانيا قريب جدا وخلني بالك ان الراجل ده مش بس مسؤول عن شركة فاجنر اللي هي بتجيب مرتزقة اجامل من الخارج لا ده كمان عنده مزرعة هاكرز وعفكرة مزرعة هاكرز دي هما دول هاكر الرؤسيين لروسيا حاليا